بسم الله الرحمن الرحيم التباين لأي أربع أعداد ألف به جيم دال إذا كانت ألف أكبر من به تباين يعني إيه؟ يعني مختلفين مش قد بعض. الألف أكبر من البه ألف دالي فين؟ اللي في الناحية اليمين من المتبينة والبه اللي في الناحية الشمال من المتبينة لو كانت الناحية اليمين بقى أكبر من الشمال يعني ألف أكبر من به طب لو جيت جمعت بقى جيم يمين وشمال يبقى انا كده غيرت في المتبينة لأ انا باجمع نفس الرقم هاجمع الجيم على الالف وهاجمع الجيم على البي تبقى المتبينة زي ما هي يعني علامة اكبر دي هتبقى زي ما هي مش هتتحول لأصغر ولا بيساوي ولا اي حاجة يبقى المتبينة العلامة بتاعتها هتفضل زي ما هي لاني باجمع نفس العدد يمين وشمال طفل طرح لو هطرح جيم من الالف وهطرح في نفس الوقت الجيم من البي يبقى هطرح الجيم يمين وشمال يبقى ألف نقص جيم أكبر من ألف نقص بي طيب ده الكلام ده في الجامعة وفي الطرح ما بيغير ليش شكل المتبينة طيب الضرب لو ضربت ألف في جيم وفي نفس الوقت اللي بيه ضربتها في جيم نفس القيمة برضو ما تغير ليش من شكل المتبينة طيب ما الجيم ديت أكبر من صفر يعني الجيم عدد موجب ما بكلمش دلوقتي يولع على السفر والع على السالب السفر طبعا هتبقى دي بصفر ودي بصفر أي حاجة بصفر بصفر ماشي والسالب هيغير أنا بتكلم دلوقتي على العدد الموجب لو ضربت عدد موجب في الألف وفي الجيم في الألف وفي البيه في الناحية اليمين والشمال ما تغيرش من المتبينة طب لو بيقول لي بقى ألف أكبر من بيه وفي نفس الوقت البيه اللي هي الصغيرة دي أكبر من جيم يبقى دلوقتي أكيد الألف هي أكبر حاجة أكبر من البيه والبيه أكبر من الجيم يبقى الألف أكبر من البيه وأكبر من الجيم يبقى الكبيرة فيهم هي الألف بعدين البه بعدين الجيم صح؟ يبقى الألف في الحالة دي أكبر من الجيم وطبعا أكبر من البه طيب لو كانت ألف أكبر من به وجيم أكبر من ده لكده عندي متبينتين لو جيت جماعت بقى لنحيتين اليمين في المتبينة دي وفي المتبينة دي الألف والجيم الألف هي الكبيرة والجيم هي الكبيرة جماعت الكبير مع الكبير والصغير مع الصغير الف زائد جيم وبه زائد دال. فالمتوقع انه الف والجيم هيبقوا اكبر من البيه والدال. جماعة الكيمتان الكبار هيبقى اكيد هم اكبر من الكيمتان التانيفين الصغيرين. هنشوف الكلام ده هنستفيد منه بعد كده. بقيه. هنا بقى بيقول لي قياس اي زاوية خارجة للمسلس اكبر من قياس اي زاوية دخلة مع عدة المجاورة الياه. اللي عليها نجمة دي. دي اسمها زاوية خارجة للمسلس. اكبر من اي زاوية جوه المسلس. في الثلاث زاوية دول. معادل لجنبها. يبقى اكبر من اللي عليها الشباك او اكبر من اللي عليها اكس. اكبر من الزاويتين اللي مش جنبها. يبقى اي زاوية خرجة? اكبر من اي زاوية دخلة معادل لجنبها. ناخد بقى مسائل عشان نفهم اكتر. بيقول لي دال بتنتمي الى الالف بي. بحيس ان الف دال بيساوي الف جيم. ماشي. يعني المسلس اللي فوق ده. اللي اسمه الف جيم دال ده مسلس متساوي الساقين. ماشي? الف دال قد الالف جيم. بيقول لي اثبت ان قياس زاوية الف جيم به الكبيرة دي اللي عليها القصلة زرق. الالف جيم به الزاوية الكبيرة كلها دي اكبر من زاوية به. يبقى في المثلث الكبير الف به جيم. الزاوية الف جيم به الكبيرة دي كلها اكبر من الزاوية به. عايزي نثبت كده. طيب. اولا. معلومة تتعندي مسلث متسلسقين. اللي هو الف دال بيتساوي الالف جيم. المعلومة دي الوحدة حتى لو لمش عارف احل المسألة. طالما قال لي مسلس متسلسقين او قال لي ان في ضلع قد ضلع على طول زاوية قد زاوية. لازم اكتبها. سواء بقى هستفاد بيها او مش هستفاد بيها في المسألة. الف دال قد الالف جيم. على طول تبقى الدال قد الجيم. انهي دال اللي هي الف دال جيم هتساوي الف جيم دال اللي هم اللي اللي انا حطيت عليهم اتنين ستار لونهم احمر دول. النجمتين اللون هم احمر. انتفقنا? طيب. بص بقى على النجمة اللي هي الدال. الف دال جيم. واللي عليها دلوقتي اللي هي زاوية بها. ايه علاقتهم ببعض? مش النجمة دي اللي هي زاوية الف دال جيم. تعتبر زاوية خارجة للمسلس اللي تحت اللي اسمه به جيم دال. المسلس اللي تحت به جيم دال. زاوية الف دال جيم اللي عليها نجمة. الشمال. تعتبر زاوية خارجة. فاكيد اكبر من اي زاوية دخلة معدنة اللي جنبها هيقبها اكبر من البي. اللي بدلوقتي قدر اقول ان الزاوية الف دال جيم اكبر من الزاوية بها. هو كان اقيل ليه كده? طيب. الدال اللي عليها النجمة دي اكبر من البي. بتبقى الجيم اللي عليها النجمة اكبر من البي. اللي هي الالف جيم دال. مش هما الاتنين قد بعض? دي نجمة ودي نجمة? النجمة الاونية اكبر من الاكس. تبقى النجمة التانية اكبر من الاكس. صح? بما ان الف دال جيم اكبر من به. تبقى كمان الف جيم دال اكبر من به. صح ولا لأ? طيب. الف جيم دال اكبر من البيه. طب لو زودتلك حتة على الالف جيم دال. طبعا هتكبر اكتر. لو زودت عليها الحتة الصغيرة اللي هي البيه جيم دال. هتبقى اكبر واكبر من البيه مش بس اكبر من البيه اكبر بمراحل ازا كان الالف جيم دال اللي هي النجمة دي بس اكبر من البيه فلو زودت كمان على الالف جيم دال حتة هتبقى اكبر برضو من البيه مفهومة العلاقات اللي احنا اخدناها قبل كده دلوقتي قلت الالف جيم دال اثبت ان هي اكبر من البيه طب هو مش عايز الالف جيم دال هو عايز الالف جيم به الكبيرة بقى طب خلاص يعني انا هزود كمان عليها فاكيد كمان هتبقى اكبر من به. في الشكل المقابل. الف به اكبر من الف جيم. المثلث الكبير. الف به جيم. فيه الضلع الف به اكبر من الضلع الف جيم. وبيقول لي قياس زاوية الف سين صاد بيساوي قياس زاوية الف صاد صين الاتنين اللي عليهم نجوم باللون الاحمر. ماشي? اثبت ان صاد به اكبر من سين جيم. طيب. اولا المثلث اللي فوق. الف سين صاد. فيه زاويتين متساويتين. يبقى المثلث ده متساوي الساقي. اتفقنا. طرى ما قال لي فيه ضلعين فيه مسلس قد بعض على طول اقول له الزاويتين قد بعض. طب لو قال لي فيه زاويتين قد بعض على طول ضلعين قد بعض. استفدت ما استفدتش معلومة وهكتبها. ماشي? مديني فوق الزاوية. سين قد الصاد. الاتنين اللي عليهم نجوم. يبقى على طول اقول له في المثلث الف سين صاد. بما ان الزاوية الف سين صاد قد الزاوية الف سات صين. تبقى على طول. الضلع الف سين بيساوي الضلع الف ساد. فيه حد عنده اي مشكلة؟ بما انه مسلس متساوص صدقين? يعني فيه زاويتين قد بعض. يبقى فيه ضلعين اقد بعض. طيب. بما انه بقى الحتة الف سين قد الالف صاد. هو كان قايل لي الالف به. الكبير ده. قبر من الالف جيم طب لو شلت من الالف به الحتة اللي هي الالف صاد وشلت من الالف جيم الالف سين ما هي نفس القيمة ما الالف سين هي هي الالف صاد يعني انا شلت نفس القيمة من المتبينة ما انا قلت الالف به اكبر من الالف جيم هشيل من الالف به ومن الالف جيم نفس القيمة اللي هي الالف سين او الف صاد الالف سين والف صاد قد بعض هشيلها من المتبينة كده غيرت في المتبينة لأ ما تغيرتش شلت الالف سين او الالف صاد هما لتين حاجة واحدة لما اقول الالف سين هي هي الالف صاد شلتها من الالف به او شلتها من الالف جيم حاجة تغيرت في المتبينة لا اللي هيتبقى هيبقى اكبر برضو اللي هيتبقى من الالف به ناقص الالف صاد شل كده الالف صاد من الالف به هيتبقى الصاد به شل كده الالف سين من الالف جيم هيتبقى ايه هيتبقى السين جيم بعد وقت الساد به تبقى أكبر من السين جيم زي ما هو طالب مفهومة يبقى أنا في وقت اثبتت أول حاجة بما إنه عندي مثالث تساوي الساقين او مثالث في زاوية بعض يبقى الساقين أدى بعض ألف سين قد يالف ساد طيب بما إن الالف ب كبيرة أكبر من الالف جيم طيب لو شلت الالف ساد من الالف ب وشلت الالف سين من الالف جيم اللي هما الاتنين قد بعد الالف سين والالف سات شلت دي من دي اتبقت ايه شلت الالف سات من الالف بي اتبقت الصات بي شلت الالف سين من الالف جيم اتبقت سين جيم يبقى الصات بي هتبقى اكبر من السين جيم